يعني في الانتشار من حوالي ساعتين ثلاثة ان النهاردة كان في اجتماع الاتحاد الكرة في اول جلسة رسمية بعد تسكية مجلس المهندس هاني بريدة بالامس من خلال جمعية عمومية الاتحاد الكرة وانتخاب مجلس جديد النهاردة تم اتخاذ يعني حوالي 15 قرار انا مش عارق كل القرارات طبعا ولكن هقول لحضراتكم ابرزهم اولا تكليف المدير التنفيذي بتقديم تقرير عن اي تعينات او تعقدات تمت في الشهور الستة الاخيرة عشان يتم بحث قانونيتها وجدواها ده واحد بالمناسبة كمان تم توجيه الشكر لجميع لجان الاتحاد وتكليف الادارات بتسيير الاعمال بشكل مؤقت الحاجة التانية وده خبر مهم جدا قبول استقالة لجنة الحكام وتشكيل لجنة لادارة شؤون التحكيم لحين تعيين خبير اجنبي اذا اتحاد الكرة اتخذ قرار ان اللي جاي هيكون رئيس لجنة حكام خبير اجنبي ولكن اتشكلت لجنة من مجموعة من الخبرة لادارة الملف ده يعني ما قالوش برئاسة مين وده نقطة مهمة جدا اللجنة بتضم مين كابتن وجيه احمد الكابتن هشام صلاح مصطفى ويمكن عطاك كابتن هشام كان بيعت شوية عن عمل التحكيم من سنوات طويلة اخر مرة انا شفته عطاك كان في لجنة الكابتن عصام صيام من سنوات من حوال اكتر من عشر سنين يعني كابتن جهاد جريشا وجه جديد دكتور عزب حجاج موجود في اللجنة من سنين كابتن فهيم عمر كان عضو في اللجنة استقال اشتغل مدير الكورة في الترسنة وعلى حد معلوماته كان لسه في النادي الترسنة من قريب ودلوقتي رجع من تاني للجنة الحكام مع تعيين الكابتن جامس حنة مديرا مالية للحكام وتكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل عموما مش عقلش في تفاصيل بس معلوماتي في ناس في اللجنة دي ما كانوش يعرفوا ان هم جايين النهاردة عشان يكونوا في لجنة حكام وده بضع جنبها كده يعني علامة استفهام صغيرة مش كبيرة صغيرة فيه اسامة قالت النهاردة في اللجنة دي او في التشكيل ده وفي منهم ناس ما كانتش تعرف انها جاية اتفاجئوا يعني ما نصح زينا زيهم كده لكن عموما اللي هنشوف الفترة الجاية اهم حاجة يكون فيه خبير اجنبي واي اسم من الاسامة اللي موجودة دي تستعد للنهاية تشتغل مع الخبير الاجنبي لان في اسم من الاسامة اللي موجودة انبارح كان بيقول انا ضد وجود خبراء اجانب تتصريح ستوصورة فهنشوف اللي هيحصل الفترة الجاية ونشوف ايه اللي هيتم فيه الفترة اللي جاية طيب تشكيل لجنة برئاسة الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد والسيد محمد ابو حسين عضو مجلس الادار عشان يقدموا دراسة تفصيلية عن الموقف المالي للاتحاد كمان لجنة تانية لمراجعت العقود فيها المستشار احمد حلم الشريف والسيد طريق ابو العنين وهم الاعضاء الجدد في مجلس الادار تكليف الادارة الفنية بتقديم تقارير على المنتخبات الوطنية مرفق بها الاتزامات خلال الفترة المقبلة تبقى للاجندة يعني وذلك لعرضه على اللجنة الفنية عقب تشكلها بالاضافة لعرض ما تم بخصوص مشروعات الاتحاد الدولي وبرامج التطوير سيد بخيط رجع من تاني مدير ادارة المسابقات السيد وليد درويش حاليا عضو المجلس بيدرس عرض يعني موقف مسابقات المراحل السنية المختلفة بنبارك للزميل العزيز والاستاذ أسامة اسماعيل عودته للعمل مديرة لإدارة الإعلام وهيقدم تصور لاحتياجات الإدارة لفترة المقبلة مع تكلفه بالقيام بدور المتحدث الإعلامي للاتحاد ودي نقطة مهمة جدا وفي تنبيه على جميع المنتمين لاتحاد الكرة في إداراته المختلفة والجون وفروعه في كل اللجن والفروع بقى والمنتخبات الوطنية أيضا بعدم الظهور أو الحديث لوسائل الإعلام دون إذن مسبق وبالنسبة للقرة النسائية بنبارك للزميلة العزيزة إناس مظهر على تكلفها كعضو للمجلس في اتحاد الكرة والنهاردة بقى عندها مهام مهمة جدا هي والسيدة هيان برقة عشان يشوفوا نشاط الكرة النسائية بجميع مستوياته نتمنى لهم التوفيق في المرحلة اللي جاية